اشتركوا في القناة فيما يلي نص البرقية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد العزيز حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الاعتزاز والتقدير تشريف جلالتكم السامي باطلاق اسم مدينة سلمان على المدينة الاسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية وهو ما له المعنى الكبير والاثر الطيب في النفس فتقدير جلالتكم السامي هو تقدير لكل جهد يبذل من اجل بناء الوطن ودافع لمواصلة العمل خدمة للوطن بتنفيذ اهداف مسيرة التنمية الشاملة التي ارسيتموها جلالتكم والتي اكدتم جلالتكم دوما من خلالها بان يكون المواطن البحريني محورها وغايتها ان هذه المدينة التي شملتم افتتاحها برعاية جلالتكم السامية اليوم يأتي ضمن سلسلة جهود فريق متكامل لتنفيذ توجيهات جلالتكم رعاكم الله لزيادة وطيرة الانجاز في الخدمات الاسكانية التي تعد اولوية في برامج التنمية ونعاهد جلالتكم بان يتواصل العمل في جميع الميادين لبلوغ الطموح الذي وضعته رؤاكم النيرة من اجل هذا الوطن ومواطنيه لتتواصل خطى الانجاز نحو المستقبل المشرق الذي نسعى له جميعا سيدي حضرة صاحب الجلالة اكرر عظيم شكري وامتناني على هذا التقدير السامي من لدن جلالتكم فهو يزيد العزم لتحقيق المزيد من المكتسبات والانجازات النوعية تحت قيادة جلالتكم المفدة ولدعم ما توالي تنفيذه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكية الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء فلقد رسختم جلالتكم فينا روحا لاخلاص في العمل وان نسعد بمواصلة الجهود لتخطي التحديات وتحقيق الانجازات التي يلمس اثرها المواطن لتظل البحرين دائما اولا واملا للجميع ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر